اشتركوا في القناة الكويت والوجهاء ورجال العمال وكبار المسؤولين اضافة الى رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت الشقيقة وقد اكد معالي وزير الخارجية ان هذه الخطوة تأتي في اطار حرص وزارة الخارجية الدائم على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين البحرينيين وتوفير افضل الرعاية لمصالحهم وتسهيل التواصل معهم في كافة الظروف واشار معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة الى ان وزارة الخارجية لديها خطة متكاملة في تطوير مباني بعثات مملكة البحرين الدبلوماسية بالخارج على القيام بمهامها على النحو الاكمل وبما يجعلها دوما واجهة مشرفة لما تشهده البحرين من تطور وتقدم في مختلف المجالات ويعزز من مكانتها على الصعيدين الاقليمي والدولي هذا اعرب معالي وزير الخارجية عن خالص تقديره بما تحظى به سفارة البحرين من رعاية واهتمام كبيرين من قبل مختلف الجهات والمؤسسات بدولة الكويت الشقيقة وهو الامر الذي يجسد عمق وقوة العلاقات الاخوية التاريخية المتميلة بين البلدين الشقيقين ويعكس الحرص المشترك على كل ما يؤدي لدفع هذه العلاقات لأفاق اكثر تقدما على كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر